هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللغة العربية الجزء الأول الصف السابع الوحدة الثامنة رحلة في دنيا الجمال من الصفحة السادسة والتسعون حتى الصفحة حتى الصفحة مئة وتسعة الاستماع أستمع إلى النص الذي يقرأه عليك المعلم من كتيب نصوص الاستماع والإملاء ثم أجب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول لماذا بنى الإمبراطور شاه جهان ضريحة تاج محل؟ السؤال الثاني أذكر أهم ما يميز هذا المبنى السؤال الثالث ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي أولا يشير عدد القباب الصغيرة التي تعل المبنى إلى عدد ألف العمال الذين شاركوا في البناء با السنوات التي استقرقها بنائه جيم الحضائق التي تحيط بالمبنى ثانيا ينعكس دوء القمر على بلورات القبة الرخامية نهاية للمبنى في ألف منتصف كل شهر با بداية كل شهر جيم نهاية كل شهر ثالثا المنظمة التي أدرجت تاج محل في قائمة التراث الثقافي العالمي هي منظمة ألف اليونسف با الأنروا جيم اليونسكو السؤال الرابع بما تصف الإمبراطور شاه جهان من خلال ما سمعت؟ التحدث أولا أجب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول سمي عددا من الأماكن السياحية في الأردن السؤال الثاني لما يزور الناس هذه الأماكن؟ السؤال الثالث ما المعلم السياحي الذي تنصح بزيارته؟ السؤال الرابع قررت أسرتك القيام برحلة إلى معلم سياحي ما الأمور التي يجب مراعاتها قبل الزيارة وفي أثنائها؟ السؤال الخامس نشاهد أحيانا على شاشات التلفاز برامج عن الأماكن السياحية ما فوائد هذه البرامج؟ السؤال الثالث علق بجملة على كل موقف مما يأتي ألف شاهدت حمزة يجمع بقايا الطعام الذي تناوله با طلب محمد إلى صديقه أن يستمع إلى صوت المذياء من غير إزعاج جيم يطفئه سعيد النار التي أشعلها لطهي الطعام قبل مغادرة المكان ثانيا استعن بإجابات الأسئلة السابقة للتحدث عن واجبات المواطن عند زيارته الأماكن الأثرية ويمكنك الاستفادة أيضا من قول الشاعر أحمد شوقي وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا القراءة مغارة جعيتا مغارة جعيتا جوهرة لبنان الطبيعية تنبض في قلب جبل لبنان الشامخ على بعد 20 كم إلى الشمال من بيروت وهي من أجمل مغاور العالم وأكثرها اتساعا حيث تحول الماء إلى نحات ماهر عمل ملايين السنين في تكوين عالم من القببل والمنحوتات بروعة يعجز المرء عن وصفها وكلما ابتعدت داخل المغارة ازددت تعلقا بهذا الفن الطبيعي تتألف المغارة من مغارتين عليا جافة وسفلة يجري فيها نهر جوفي وظلت المغارة منذ اكتشافها قبلة أنبار الزائرين ومرفقا سياحيا يخطف الألباب ولا يكاد الزائر يصدق ما يرى كأن كل مدارس النحت والرسم اجتمعت لتقدم أعظم منحوتة في التاريخ فكم فيها من التماثيل العاجية والمحفورات النادرة الشكل تكونت بأسلوب طبيعي غاية في الروعة والجمال التجوال في أرجاء المغارة السفلة يقتضي استخدام قارب صغير رحلة تدوم دقائق معدودات لكنها تكشف آيات من الجمال الباهر حيث الرواسب الكلسية التي ترتفع حينا وتتدلى أحيانا وتتلون بالأبيض العاجي والأحمر المرجاني وحين تداعبها تيارات الهواء تتشكل معزوفة موسيقية شفافة ومن المغارة السفلة تذهب إلى المغارة العليا فتستقبلك مؤثرات صوتية هي أشبه بزقزقة العصفير وحين تسير في الممشى المتعرج الذي يخترق بطن المغارة بمسافة 800 متر عمقا يخيل إليك أنك ترى ما سبق أن رأيته في المغارة السفلة لكن المغارة العليا أقدم من أختها والمنحوتات المتدلية والمرتفعة أوضح وأكبر إنها أشبه بمتحف طبيعي يضم المنحوتات والنقوش والمزغرفات ذات أشكال المتعددة التي تبهر الناظر إليها من شدة سحرها وصفائها تمشي في الممر الذي يصل أول المغارة بآخرها وتتخيل ما تشاء ويرجع بك المكان ألوفا من السنين إلى الوراء وتخرج من المغارة وتقف مفتونا بما شاهدت من كنوز الطبيعة وزارة الإعلام اللبنانية مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية بتصرف جو النص يتناول النص مغارة الجعيتة في لبنان بوصفها واحدة من أشهر المواقع السياحية التي تشكلت بفعل عوامل الطبيعة فيبين جمالها وأهم مظاهرها وما تتركه من أثر ساحرا في نفوس زائرها المعجم والدلالة أولا أضف إلى معجمك اللغوي الكلمة الأولى الألباب العقول الكلمة الثانية تبهر تدهش وتحير ثانيا بين معنى كلمة آيات في كل مما يأتي ألف تكشف مغارة الجعيتة آيات من الجمال الباهر با قرأت في الصباح عشر آيات من القرآن الكريم ثالثا لكلمة كم دلالتان الكثرة والاستفهام ألف ما دلالة كم في كل جملة مما يأتي أولا كم كتابا قرأت ثانيا كم سائح زار مغارة الجعيتة با استخرج من الفقرة الثالثة جملة على نمط لجملة الثانية رابعا املأ الفراغ فيما يأتي بما يناسبه المفرد جوهرة الجمع فراغ المفرد فراغ الجمع تماثيل المفرد متحف الجمع فراغ المفرد فراغ الجمع نقوش خامسا عد إلى أحد المعاجم المتيسرة لديك وتعرف معنا كل من الكلمتين الآتياتين الكلمة الأولى شامخ الكلمة الثانية مفتون الفهم والاستيعاب والتحليل أولا أين تقع مغارة الجعيتة؟ ثانيا بماذا تمتاز مغارة الجعيتة كما ورد في الفقرة الأولى؟ ثالثا مما تتألف مغارة الجعيتة؟ رابعا كيف يتجول الزائر في المغارة السفلة؟ خامسا صف ما يشاهده الزائر في المغارة السفلة؟ سادسا بما تتميز المغارة العليا عن المغارة السفلة؟ سابعا ماذا قصد الكاتب بقوله تحول الماء إلى نحات ماهر؟ ثامنا بما شبه الكاتب المؤثرات الصوتية في مغارة الجعيتة العليا؟ تاسعا تخيل نفسك داخل مغارة الجعيتة وصف مشاعرك من خلال تصورك لما درست في النص التركيب والأسليب اللغوية الاستفهام بهل والهمزة الأمثلة أولا هل شارك بهاء في رسم اللوحة الفنية؟ ثانيا أتذهب معي لزيارة صديقنا المريض؟ ثالثا أليس المال نعمة؟ المناقشة انظر الجملة السابقة تجدها استفهامية يستفهم بها السائل عن أمر ما ويطلب إلى المسؤول أن يعرفه إياه وهي مبدوئة بحرفين هما هل والهمزة تأمل الجملة الأولى المبدوئة بحرف الاستفهام هل فإذا كان جواب المسؤول بالإثبات فإنه يقول نعم شارك بهاء في رسم اللوحة الفنية وإذا كان جوابه بالنفي فإنه يقول لا تأمل الجملة الثانية تجد أن أداة الاستفهام هي الهمزة فإذا كان جوابه المسؤول بالإثبات فإنه يقول نعم أذهب وإذا كان جوابه بالنفي فإنه يقول لا تأمل الجملة الثالثة تجد أنه قد جمع فيها بين حرف الاستفهام الهمزة والنفي ليس ويكون الجواب في مثل هذا النمط من الأسئلة بلى في حال الإثبات وكلا في حال النفي فإذا كنت ترى المال نعمة تقول بلى المال نعمة وإذا لم تكن ترى المال نعمة فإنك تجيب كلا المال ليس نعمة إذن الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما للسائل من قبل وحرفا الاستفهام هل الهمزة يسأل بهما عن مضمون الجملة الذي يجهله السائل ويجاب عنهما بنعم في الإثبات وبلا في النفي وقد يأتي النفي عقب الهمزة ويجاب عن السؤال في تلك الحال بلا في الإثبات وبكلا في النفي التدريبات أولا ضع سؤالا مناسبا لكل إجابة مما يأتي ألف نعم القدس عاصمة فلسطين با بلى الصديق وقت الضيق جيم لا الرحلة المدرسية في موعدها دال كلا لم أشارك في العرض المسرحي ها نعم أقرأ كل شهر كتابة ثانيا حول الجمل الآتية إلى أساليب استفهام بهل أو الهمزة مراعيا علامة الطرقيم المناسبة ألف البترة مدينة أثرية با أحمد شوقي أمير الشعراء جيم شاركت آلاء في الاحتفال بيوم الشجرة دال اقتنع مروان برأي زميله وهو يحاوره ثالثا املأ كل فراغ في الجمل الآتية بما هو مناسب مما بين القوسين لم هل ليست ألف أفراغ مغارة جعيت جوهرة لبنان الطبيعية با أ فراغ يقدم جيشنا التضحيات في معركة الكرامة جيم فراغ أعددت دروسك قبل أن تذهب للعب رابعا استخدم حرفي الاستفهام حل والهمزة في جملتين مفيدتين من تعبيرك خامسا استخرج من صورة الزمر الآيات الكريمة التي ورد فيها الاستفهام بالهمزة مقترنا بليس ودونها في دفترك الكتابة مراجعة اتصال إذ بالظروف وعلامات الترقيم أولا صل الظروف الآتية بكلمة إذ واكتبها في الفراغ ثم استخدمها في جمل مفيدة عند فراغ حين فراغ يوم فراغ ثانيا املأ الفراغ فيما يأتي بالظرف المجاور بعد وصله بإذ ألف من كثر لغطه ندم فراغ لا ينفع الندم بين قوسين عند ب رجعت إلى البيت فراغ سقط المطر بين قوسين ساعة جيم عامل الناس بخلق حسن لأنهم فراغ يحترمونك بين قوسين وقت ثالثا املأ الفراغ فيما يأتي بعلامة الطرقيم المناسبة ألف قيل لرجل فراغ من سيد قومك فراغ فراغ أنا قال لو كنت كذلك لم تقله فراغ با الاسم قسمان فراغ معرب ومبني جيم ما أجمل أن يتجاوز الصديق عن هفوتي صديقه فراغ دال ما دور الشباب في بناء الأردن الحديث فراغ الإملاء أكتب ما يمليه عليك المعلم من كتيب نصوص الاستماع والإملاء التعبير أكتب موضوعا تعبيريا بعنوان جنة الدنيا بلادي مستخدما الأسليب اللغوية المتنوعة ومستعينا بالأفكار الآتية ألف مظاهر الجمال في الأردن با حب الوطن والوفاء له جيم فضل الوطن على أبنائه دال واجب الإنسان نحو وطنه ها ما رأيك في المواقف الآتية أولا عامل يحافظ على مؤسسات الوطن ثانيا مبدع شارك في مصابقات خارج الوطن ثالثا طالب يقف احتراما لعلم بلاده رابعا موظف يصل متأخرا إلى دوامه باستمرار خامسا مواطن يحترم رجال الأمن العام ويتعاون معهم سادسا سائق لا يلتزم بآداب المرور وهو يقود السيارة يمكنك الاستعانة أيضا بقول الشاعر وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي المحفوظات وصف الطبيعة أحمد شوق تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار من كل ناطقة الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القاري ولقد تمر على الغدير تخاله والنبتة مرآة زهت بإيطار حل التسلسل موجه وجريره كأناملا مرت على أوتار مدت سواعد مائه وتألقت فيها الجواهر من حصن وجمار ينساب في مخضلة مبتلة منسوجة من سندس ونضار وترى السماء ضحا وفي جنح الدجا منشقة من أنهر وبحار التعريف بالشاعر أحمد شوقي شاعر عربي من مصر ولد عام 1868 ميلادي لقب بأمير الشعراء وله ديوان الشوقيات ومسرحيات شعرية كثيرة منها عنترة وقنبيز توفي عام 1938 معاني المفردات الكلمة الأولى الآيات مظاهر الجمال الكلمة الثانية أم الكتاب فاتحة القرآن الكريم الكلمة الثالثة تخاله تحسبه الكلمة الرابعة زهت افتخرت الكلمة الخامسة أنامل جمع أنملة وهي رأس الإصبع الكلمة السادسة جمار جمع جمرة وهي الحصات الصغيرة الكلمة السابعة مخضلة أرض مخصبة مبتلة الكلمة الثامنة سندس ثياب من حرير الكلمة التاسعة نضار ذهب خالص الكلمة العاشرة جنح الدجا أول الليل الأسئلة السؤال الأول ما الفكرة الرئيسة في النص السؤال الثاني ما أثر التأمل في الطبيعة كما ورد في البيت الأول السؤال الثالث صف الغدير كما ورد في البيت الرابع السؤال الرابع أذكر سبب احتزاز كلا من الأرض والسماء كما ورد في النص السؤال الخامس حدد البيت الشعري الذي يدل على انسياب ماء الغدير في أرض ندية مبللة السؤال السادس وضح الصورة الجمالية في البيت الخامس مختارات من لغتنا الجميلة نشيد العروبة الشاعر محمد بن علي السنسي أحب الحجازة أحب اليمن ونجداً أحب وأهوى عدن وأعشق لبنان مأوى النجوم وأهوى الكنانة أخت الهرم بلادي بلاد الهدى والشيم وفاثة ووهران والرافدين وعمانا والقدس سنوى الحرم وأصب إلى جلق والشام وأهوى المنامة ذات الخضم بلادي بلاد الهدى والشيم بلاد العروبة أنا تكون بلادي العزيزة ابناً وعمة أحب هواها وشطآنها وأهوى منازلها والقمم وصنعاء ذات الذرى ومسقطة مهوى الندى والكرم يرف على جانبيها الشذا ويحفو الصبا نحوها والنسم بلادي بلاد الهدى والشيم النشاط عد إلى الشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت وابحث عن طبقة فحل في الأردن ثم اقرأ ما توصلت إليه على زملائك في الإذاعة المدرسية واجمع صوراً لمقامات الصحابة في محافظة الكرك في الأردن ثم أعلقها على مجلة الحائط في صفك واجمع صوراً لمنطقة وادي ابن حماد في محافظة الكرك جنوبي الأردن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر